السلام عليكم اذا مرحبا بكم في حصة المتتالية العدادية في هذه الحصة ان شاء الله سوف نتكلم على نهاية متتالية العدادية ومن بعد سوف نرى تقارب متتالية ومن بعد سوف نرى مصادق التقارب بطبيعة الحالة سوف ترافق مع امثلة وتمارين توضيحية نبدأ بالنهاية المتتالية يعني لا تختلف على نهاية الدلة العدادية بالنسبة للمتتالية فهي دلة معرفة من واحد المجال نصبر واحد المجال دائمنا ان اذا احتى الار حيث كل ان اذا المتغير كيكون هو ان ماشي اكس ان مرتبطة بان ان كتنتامي الان يعني ان عدد صحيح طبيعي وبطبيعة الحالة الان هي 0 1 الى اخير يعني مجموعة العدد الصحيحة الطبيعية اذا المتتالية ان ان تقول الى ماذا اذا لا نستطيع ان تقول الى مثلا واحد او شوج او ثلاثة لماذا لان ان تساوي واحد يعني ان عدد صحيح طبيعي اذا تساوي اعداد صحيح طبيعي ونحن نستطيع ان تقرب الواحد اذا هذا الشيء ما كان اذا الحالة الوحيدة اللي عندي هي ان تقول الى زائد لا نهاية اذا الامر سهلة يعني دائما ان تقول الى زائد لا نهاية دائما نهاية بلوس لان فيني ان هي بطبيعة الحال ممكن تعطيني عدد كنتا ملئ وممكن تعطينها بلوس ولا مولا فيني وممكن تكون ما عندهاش النهاية هالشي كله سنشوفوه في مجموع من الخاصيات اذا اول حاجة سنشوفوه هي نهايات بعض المتساليات المرجعية اذا لدينا المتسالي الان كتساوي المتسالي 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 يعني ما كانت بي ولكن بيخصص اكبر او تساوي واحد يعني كنتسامل اطوال عدد صحيح طبيعي المتسالة النهاية كنتسائل لان اطوال كتساوي لنا السفر واللي مد دي الواحدة لجدران كتساوي لنا السفر كذلك هدوا نهاية مرجعية يعني كنخدم بهم بدون ما نبرها عليهم. الآن ده بغدير شوفوا النهاية ديال يعني ما يكون لدينا واحد العدد سواء موجب او سالب وفي هاد الحالة هادي او هاد الحالة كتكون عندنا خصوصا في النهايات او في المتتاليات الهندسية اذا احنا عندنا اربعات ديال الحالات اربعات الامكانيات الامكانية الاولى هي او الحالة الاولى ما كتكون كو كبر قطعا من واحد بحال الليميت ديال جوجوسان اذا فات الحالة كتساوي لنا بلوس لانفين الحالة الثانية كو محصورة او كو كتساوي لنا واحد الليميت ديال واحد وسآن واحد وسآن هي واحد الحالة الثانية كو محصورة بين واحد وناقص واحد الليميت ديال واحد الاجوج لكل اسآن اذا فات الحالة الليميت ديال واحد الاجوج اسآن كي ساولنا سفر واخر حالة من كتكون عندنا كو اكبر او تساوي ناقص واحد فالحالة الليميت ديال كو سعين كنشوف هنا الحالة اللي عندي وكنطبق عليها القاعدة ناخد امثلة تطبيقية الليميت ديال واحد ناقص ثلاثة على خمسة لكل اسآن اذا ثلاثة على خمسة اسآن ثلاثة على خمسة عدد محصور بين الواحد والناقص واحد اذا يقول الى السفر اذا كي بقى لنا واحد ناقص صفر يا واحد الليميت ديال جوج اسآن زائد خمسة جوج عدد اكبر من واحد اذا يقول الى زائد لا نهاية اذا زائد لا نهاية زائد خمسة هي زائد لا نهاية الليميت ديال جوج اسآن على ثلاثة اسآن جوج اكبر من واحد وثلاثة هي اكبر من واحد اذا اجدنا بلس انفيني على بلس انفيني على بلس انفيني يعني الشكل غير محدد اذا هنا ممكن ندلو التعميل كنعرفو مك يكون عندنا اوسان على بي وسان فتساوي اعلى بي لكل وسان اذا يجوج جالة ثلاثة لكل وسان وجالة ثلاثة ارى عدد محصور بين الواحد والنقص واحد اذا النهاية تساوي سفر الليميت ناقص واحد اسآن اذا ليس لها النهاية لانها كو تساوي ناقص واحد اذا ليس لها نهاية النهاية الموالية او للمتسالية الموالية عدنا خمسة اسآن اذا خمسة كبر من واحد اذا اجدنا بلس انفيني خمسة اسآن كذلك بلوس انفيني ناقص بلوس لانفيني هذا الشكل غير محدد اذا نحاول نحيط الشكل غير محدد اذا ممكن نعمل بخمسة اسآن حتى نختاز له نبسط الكتابة اذا خمسة اسآن كيبقى لنا واحد ناقص ثلاثة اسآن على خمسة اسآن نختاز له خمسة اسآن كيبقى الليميت ديل واحد على واحد ناقص ثلاثة على خمسة اسآن ثلاثة على خمسة اسآن ثلاثة على خمسة اسآن ثلاثة على خمسة اسآن محشور ما بين الواحد والناقص واحد اذا نقول الى الصفر وبالتالي اجدني واحد على واحد اي العدد واحد عندما اشكل عنيه بمتسالية متقاربة متسالية متقاربة هي كل متسالية لها نهاية منتهية يعني الليميت ديلها كيساوينا ال يعني كنتامي واحد عدد كنتامي الار الى القناة ما كيساويش ال يعني كيساوي كيقول لزايد لنهاية او ناقص لنهاية فالحالة كتكون المتسالية غير متقاربة اي متباعدة نقول متسالية متباعدة يعني سويت كونفرجانت في حالة ديل متقاربة سويت ديفيرجانت في حالة ديل متباعدة اذا متباعدة كتكون الى كانت من نهاية كتتساوينا اما بلوس ولا مولان فيني او ليس لها النهاية هذا كيف نبينه بانه متسالية متقاربة عندي واحد خاصية فالخاصية كينجوش خاصيات اذا الخاصية اللولة كل متسالية تزايدية ومكبورة هي متقاربة اذا تزايدية ومكبورة كل متسالية تناقصية ومصغورة تكون متقاربة اذا تزايدية كيكون عدنا اوز زائد واحد اكبر من اوان ومكبورة كيكون عدنا اواز صغر اكبر من اواز عدد واملبة تناقصية كيكون عدنا اواز صغر من اواز ومصغورة كيكون عندنا يؤين أكبر من وحد العدد كينتامي لآن طي الحل دائما هنا مهما يكون آن كينتامي لآن كذلك مهما يكون آن كينتامي لآن إذن هذه الخاصيتين فقط تخبروني بأن المتزالية لها متقاربة ولكن إذا أريد تحسن النهاية ذي لها فهنا كائن واحد المصادق اللي كتسمى مصادق التقارب إذن كين ربعات المصادق هذي نشوفو هذي المصادق كنستعملوها لتحديد نهاية متتالية لأن أحيانا كيكون صعيب نحدد النهاية أو نحسب النهاية باستعمال العلاقات اللي إشنا صابقا إذن نبدأوا بأول مصداق اللي كتسمى مبرهنة الدراكي في هذي مبرهنة الدراكي كيكون عددنا U يعني المتزالية محصورة بين متزاليتين V و دبل V و النهاية ذي لهاد المتزاليتين جوجهم كتساوينا وحد العدد اللي هو L في هات الحالة كنقول بأن المتزالية حتى هي رحكت تساوينا L ناخده المتزال الطبيعي وحسب النهاية التالية المتزال الآن على الآن إلا بغيت نحسب بشكل مباشر ما يمكن لش حسب النهاية ديال ما كيناش إذن هنا كنحاولو نستعملو هاد الخاصية ديال الدراكي إذن لدينا كما كنعرفوه السينوس ديال الآن دائما كتكون محصورة بين ناخص واحد وواحد مهما يكون آن كنتمي الآن إذن لقسمنا على آن إن عدد صحيح طبيعي موجب فالترتيب ما كيتم تدج واحد على آن إذن إحنا قطرنا المتزالية بيالنا بين متزاليتين إلا حسبنا بالليميد ديال واحدة لآن راكل قوة كتساوي الليميد ديال ناخص واحدة لآن كتساوي لنا سفر وبالتالي الليميد ديال سينوس آن لآن حسب مبارهنة الدراكي تساوي ماذا؟ تساوي سفر المستخد الثاني أو المبارهنة الثانية هي أقريبة للمبارهنة الدراكي في هذه الحالة كي قد نلقي من المطلقة ديال او آن ناقص آل أصغر من بان إذا وليميد ديال فيان كي ساوي لنا سافر في هذه الحالة كنستنجو بيالنا الليميد ديال ديال كي ساوي لنا آل إذا نشوفو واحد لميتات سطريقي باش توضح لكم الأمر إذا عدنا واحد المتزالي او آن كتساوي لنا ثلاثة زائل سين آن على آن وثلاتة بيين أن الليميد ديال او آن كتساوي لنا ثلاثة إذا أول حاجة خصني نلقى هذا التعبير هذا نلقى نلقى ناقص هذا العدد أصغر من فان إذا لدينا آن تساوي ثلاثة زائد سين آن على آن أو ثلاثة إذا هالثلاثة سنضيف هالطرف الأول ستولي آن ناقص ثلاثة تساوي سين آن على آن أو ثلاثة داب إذا لدينا القائمة المطلقة صار ما يتغير والو إذا ناخد هالطرف هذا حنا كنعرف بأن سين يسزي الآن راح محصور بالواحد والناقص واحد إذا نمكن لدي القائمة المطلقة دي السين راح أصغر من واحد هدو على خسان متكافئة فان عندي بشكل عام إذا نسعد إكس صار من ألف و ألف عدد موجة بقطع فك يمكن نقول بأن إكس بحصور بالناقص ألف وألف إذن نقسم هنا على عدد موجة بدون تغير إذن هذه كذلك تكافئة لأن عدد موجة إذن أصغر من واحد ل وبالتالي هنعود هذه ب UN ناقص 3 أصغر من واحد على N 3 إذن نحن لقينا ذلك التعبير لقينا القيمة المطلقة لها U-N ناقص 1 لعدد أصغر من V-N إذن V-N هي هذه إذن limit لدينا limit لها 1 على N 3 تساوي 0 وبالتالي limit U-N تساوي L و L هي ناقص هي 3 إذن تساوي العدد 3 الآن نحن نحن المصدق الثالث هنا يكون لدينا مقارنة U-N أكبر من V-N إذن إذا لدينا limit V-N تساوي plus infinity كتقول plus infinity ف راح تساوي plus l-n إذن ناخد التمرين تطبيقي V-N كتساوي نجوج عامل 1 ناقص 1 زين 4 3 كاري زين جوج إذن بين أن V-N أكبر من 4 3 كاري إذن لدينا لدينا ناقص 1 أس آن راح إما غدي يساوي إذا كانت عن عدد زوجي يعني ناقص 1 وس 2 أو أس 4 يساوي 1 وإذا كانت عدد فردي فرغ ساوي ناقص 1 يعني بشكل عام هاد ناقص 1 وس 2 ساوي تكون محصورة بين 1 وناقص 1 مهما يكون N كنتم الآن إذن ناقص 1 أكبر أكبر من 1 إذن نضربه في جوج عدد الموجة بدونك ما يتغير والو إذن جوج ناقص 1 وسآن راح أكبر من ناقص جوج نضيفه الطرفية المتفاوتة هذا التعبير هذا إذن جوج عامل ناقص 1 وسآن زائد 4 على 3 أنكاري زائد جوج أكبر من ناقص جوج زائد هذا التعبير اللي هو 4 على 3 أنكاري زائد جوج إذن ناقص جوج زائد جوج سفر وبالتالي التعبير هذا هو UN أو VN أكبر من 4 على 3 أنكاري السؤال الثاني يستنتج المتفاوت VN إذن شنو هدنا 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 المتفاوت ديالها 4 على 3 أنكاري شحك يساوي كيساوي بيوس لانفين وبالتالي حسب هاد المبارهنة فاللمت ديال حتى هو كيساوي بيوس لانفين هنا عدنا VN وبالتالي الليمت ديال VN كيساوي كذلك لانفين دابع العكس دابع كتكون عدنا UN صغر من VN إلا كانت سي ليمت ديال VN كتتساوي لانفيني فالليمت ديال UN حتى هي كتساوي لانفيني إذا ناخد واحد المثال تطبيقي VN كتساوي لنا ناقص ربعة N زائد ثلاثة كوس بيين أن VN أصغر من ناقص ربعة عين زائد ثلاثة إذا كنعرفوا بأن الكوس ديال الآن محصورة بن ناقص واحد وواحد إذا ناخد هنالكوس ناخد هالجلس هذا الكوس ديال الآن أصغر من واحد إذا نضرب في العدد ثلاثة إذا ثلاثة كوس N أصغر من ثلاثة نضيف ناقص ربعة إذا قد نضيف ناقص ربعة N من طرف المتفاوت ناقص ربعة N إذا نلقينا V N أصغر من ناقص ربعة N زائد ثلاثة مهما يكون N كنت نساني الآن الآن يستنتج لمت ديال V إذا نحسب لمت ديال هاتي به هذا إذا لدينا لمت ناقص ربعة N زائد ثلاثة تساوي ماذا إذا عودنا ناقص زائد لنهاية إذا ناقص لنهاية وبالتالي حسب المبرهنة Limit ديال V حتى هي كنت تساوي ناقص لنهاية لنهاية تساوي